أهلاً أهلاً ويساعد لي أوقاتكم بك الخير يا رب إن شاء الله تظلوا بخير وصحة على طول مثل ما نكون شايفين الدنيا كانت هلأ الدنيا عم تشتي يعني شغل بالحديقة ما نخرج نشتغل أبداً أبداً فاليوم رح نقضي بالمطبخ بدنا نعمل كيكتين كيكة الفريز مشان بدنا نزينها بالكريمة وكيكة الجيلي بالفريز بدنا نجهزهم قبل الزينة وقبل التحضير وبدنا نشوف شو هي أسباب نجاح الكيك اللي بنعمل في كيكة المناسبات وشو الفرق بينه وبين الكيك العادي وشو المكونات اللي منحطها بالكيك العادي وشو المكونات اللي ما منحطها بالكيك تبعية الزينة مثل ما نكون شايفين هون عم فرجيكم مسكبة الجرجير ما شاء الله يعني أباً أباً غير الشكل على المطر وعالشمس مطر وشمس فأباً أباً مسكبة الجرجير وكمان رح نعمل اليوم يعني اليوم بشكل عام حولنا المطبخ لمخبز ريحة المخبوزات وصلت لآخر الشارع بدنا نعمل نخلي ريحة المخوزات وصل لآخر الشارع بدنا نعمل فطيرة الزاتر الزات والزاتر السهلة والسريعة والطيبة وبننا نعمل برك الجبنة للفطور كانوا للبلاد الساتون نايمين وإسا بدي أعمل لنا اليوم فطور مختلف عن الفطور التقليدي اللي بأعمل لنا ياك اليوم بالعطلة لهكي خلونا ما نضيع وقت ونروح نبلش بتجهيز الكيكات اللي قلت لكم عليها اللي راح تكون تتمتهم بالفيديو الجاية إن شاء الله خلونا نبلش بالبداية خلونا نجهز كاكة الجيلي كاكة الجيلي لازم تكون باردة حتى نشتغل فيها تتمت الخطوات لهكي راح نبلش فيها أول شي بنحتاج 3 بيضات بدرجة حرارة المكان اللي عم نشتغل فيه وكماني هلأ شو بنعمل بنخفو البيض لحتى يصير قوامش شوي فاتح وشوي كريمي بعدين منضيف عليه كاسة من السكر بالتدريج أنا هوني عم بستخدم الخفاء الكهربائية فيكن تستخدموا الخفاء الكهربائية العادية وفيكن تستخدموا كمان الخلاط بهي الكاكة هاي الكاكة بس هلأ منضيف مثل ما نكون شايفين السكر بالتدريج بالتدريج لحتى نخلص الكمية ومنضل عم نحرك مع استمرار التحريك سواء كان بالخلاط بالخفاء اليدوية او بالخفاء المتل هي اللي عم بستخدمه وهلأ منضيف عليه ظرف من الفانيليا يعني مقدار معلقة كبيرة من الفانيليا اذا كنتوا عم تستخدموا علب الفانيليا وهلأ بدنا نضيف عليه معلقة من الخل مقدار معلقة من الخل ومنستمر كمان بالتحريك مثل ما نكون شايفين وهلأ بدنا نضيف عليه نصف كاسة من الزيت الزيت النباتي كمان مع استمرار التحريك وهلأ آخر مكون سائل منحطه هو كاسة من الحليب منحرك الحليب شوي مع المكونات ومنوقفه فورا هلأ خلصنا من المكونات السائلة خلونا ننتقل على المكونات الجافة المكونات الجافة منحتاج كاستين اللي ربع من الطحين هوني الطحين طبعا لازم ينتخل بأي نوع من أنواع الكيك السفنجي ضفت عليه هلأ حطيت كاسة كاستين اللي ربع من الطحين بدنا نضيف عليه معلقتين كبار من النشا أو الكاسترد مثل ما أنا عم حض أنا حطيت الكاسترد مشان يعطي نكهة طيبة للكيكة وبيلبق كتير مع الجيلي وضفت عليه هون كمان الظرف من الفانيليا عفوا من البيكان بودر ونخلتهم وهلأ هيك خلصنا المكونات الجافة عبارة عن كاستين اللي ربع من الطحين معلقتين من الكاسترد فيكن تستبدلوها بمعلقتين من النشا وظرف من البيكان بودر يعني مقدار معلقة كبيرة من البيكان بودر إذا كنتو عم تستخدموا علب البيكان بودر هلأ هوني خلصنا طبعا أنا قبل ما بلش بالخليط شغلت الفرن على درجة حرارة 180 منفقه من تحت قاعدة سابتة منشغل الفرن أول بعدها بنشتغل بالخليط وقبل ما نشتغل بالخليط كمان مندهن الصينية تبعية الكاك اليومي اللي هو نوع من أنواع هاد الكاك الي أنا عم بعمله نخلط الصينية كلها الحواف والسفل كمان هاد هو أول فرق بينه وبين الكاك الاسفنجية تبعية المناسبات يلي رح نعمله هلأ بقلكم كيف بدنا نجهز صينية كاكة المناسبات كاكة التزيين أو كاكة المناسبات يلي من زينا بالكريمة هلأ بنشيله ونحطه بالطبقة الوسطانية هوني بدي أعمل فطاير الزعتر عندي كاسة من الماء الفاتر وحطيت علي هون ظرف من الخميرة الفورية يعني مقدار ماء الأكبيرة من الخميرة الفورية إذا كنتو عم تستخدموا العلب معلقة من السكر وأربع معالي كبار من الزيت يعني مقدار ربع كاسة من الزيت فيكن تستخدموا كمان زيت الزيتون وفيكن تستخدموا بدال الموي حليب هلأ بدنا نضيف علي هون نصف كيلو من الطحين يعني ثلاث كاسات كبار من الطحين وحسب الطحين احتمال تحتاجوا شوية الطحين احتمال يعني ما تحتاجوا ضفت علي هون رشة ملح وضفت علي هون زعتر كون بدي أعمل فطاير الزعتر المجدلة أنا هون عم بستخدم زعتر على بيدو فيكن تستخدموا أي زعتر متوفر عنكن وفيكن كمان ما تحطوا زعتر إذا حبيتو تكتفوا بحشوة الزعتر كماني منعجنون لحتى تصير معانا عجينة متماسكة اليوم رح يكون مطبخنا كل ياتو روايح ومعجنات ومخبوزات شهية ما قلت لكم فتحنا البيت مخبز خلصنا من العجانة طبعا من ناحية العجينة بثلسنا نستخدمها لعيار كاكل اسفنجية تبعية المناسبات المهم طلعت هون عجينة سميكة ودبقة لازم تكون معانا العجينة هون دبقة وطرية متل ما نكون شايفين دهنت صحن تاني بزيت ومنحطها من ريحة تقريبا شي نص ساعة لأربعين دقيقة لان احنا هول ما استخدمنا كيلو طحين استخدمنا نص كيلو طحين فقط هلأ منغطيها ومنحطها على جناب لابين ما نشتغل بالخليط تبعية الكيكة الاسفنجية تبعية التزين هلأ هون نجهز الصينية الفرن مجهز عندي هاي الصينية أعلى بالكيك ما بدنا يكون بالنص في قيلو طومبورة لازم يكون سادة فأنا لأنه ما عندي أعلى بالكيك سادة استخدمت هذا وقمت القاعدة تبعيته أما الخليط بنحتاج ست بيضات هذا بدون ما نفصل البياض البيض تعرفوا الكيكة الجاهزة السادة اللي بيعوه كانوا بالمخابز اللي بتغصص طبعية التزين الكيكة هي اللي بنا نعمل بتغصص ليش بتغصص هلا بقلكون السبب أول خطوة لنجاح الكيك طبعية التزين هو أنه بنخفق البيض بشكل كتير منيح لحتى يفتح لونه على الأخير عندي هوني ست بيضات بدرجة حرارة المكان عم بخفقون بسرعة أسرع سرعة عندي بالعجانة لحتى صار عندي قوام البيض بهالشكل هذا نضيف عليه السكر بالتدريج كاسة من السكر نضيفه بهالشكل هاد مع استمرار التحريك ومنخلي عم نتحرك شوي لحتى يصير كريمي على الأخير نضيف عليه ظرفين من الفانيليا يعني مقدار مالقتين كبار من الفانيليا ومنضل عم نحرك شايفين كيف قوامه صار صار كريمة كريمة البيض صار ولونه وفتاح صار لونه أبيض هلأ بدنا نضيف عليه مثل ما كون شايفين الزيت اللي هو عبارة عن ربع كاسة من الزيت ومعلقة من الخل هلأ بكتب لكم المكونات بصندوق الوصف إن شاء الله ومنستمر بالتحريك هيك صار معانا المكونات السائلة جاهزة جيلان وين الحليب ما في حليب وين الموي ما في موي وين العصير ما في عصير هاي الكاكة الإسفنجية تبعية الزيت لا بده حليب ولا عصير ولا موي منضيف عليها كاسة ونص من الطحين من نخلون طبعا ومنضيف عليهم أربع معالي اكبار من النشا أو الكاسترد أنا اليوم رح استخدم الكاسترد لأنه النكهات اللي بدي استخدمها بتلبق كتير مع الكاسترد كونه بدي أعمل كاكة الفريز مزينة بالكريمة بكريمة الفريز والفريز وضفت عليهم ظرف ونص من البيكان بودر يعني مقدار معلقة ونص من البيكان بودر مننخلون وهلأ منرجع منضربهم ضربتين خفاف مو أكتر ما بالخفاقة الكاملة لا بالخفاقة هي نص كاملة أو فيكون بالمعلقة من تحت لفوق من تحت لفوق لحتى تتأكدوا إنه الزيت داب معاكن شوفوا الصينية شو دهنت دهنت السفل فقط ما بتدهنوا للحواف تدهنوا السفل فقط هيك بتنجح معاكن الكاك الاسفنجية تبعيت التزيين صدقوني لأنه ما بدنا ندخل لقلبها هو هلأ هوني خلصت معانا الخليط ما شاء الله طلع الخليط كأنه كريمة كأنه كاسترد شوفوا قوامه تبارك الله وحتى طالع قوامه كأنكم فاصلين البيض الصفار عن البيض هلأ فيك أنواع كاك بتفصل البيض عن الصفار مشان يطلع معاكن كاك اسفنجين نحن هون لا فصلنا الصفار عن البيض ولا شي عملنا كاملة البيضة وطلع معانا نفس قوام الفصل هلأ منحطه بالصينية متل ما نكون شايفين ومنحطه بالفرن بالطبقة الوسطانية أنا ما جهزت هاي الكاكة لحتى قربت تستوي معاي الكاكة الأولانية هلأ منخبطه خبطين على المجلة ونطلع الهواء اللي بقلبها هيك صارت جاهزة وهيك الكاكة لا بترتفع معاكن مضطرف ولا من نص وقت ما بتدهنوا الأطراف تبعيتها وهي طلعنا الكاكة الأولانية تبعيت كاكة اللي بنا نعمل فيها الجيلي الكاكة الصيفية تبعيت الجيلي بالفرولة اختبرت استواءة استواءة ما شاء الله تمام هلأ منقلبها ومنتركها لحتى تبرد شوي وبعدين منقيم القلب عنا وكمان بنستنى هلأ تبرد على الأخير بعدين مننتقل لتحضير الجيلي ولتحضير الخطوات اللي بعدها هاي هي بعد ما قلبناها ما شاء الله تبارك الله هون العجينة تبعيت الزعتر خلصت معانا اختمرت يعني مقصودي هلأ بدنا نعمل فطاير الزعتر الشهية كونه الدنيا عطلة عنا والولاد عم يحبوا الفطور فحبيت اني شكلهم بالفطور طبعا انا هاد الروتين عاملته معاكن الصبح بكير يعني قبل ما يفيقوا الولاد عاد صرت اخبز المهم مديتهم على شكل مستطيل فيكن تمدوهم على كيز او ورق زبدي اللي بتحبوه انا عندي هادول يتدفعت السيليكون كتير كويسة بعدين دهنت اول طبقة بزيت الزيتون وراح امسحهم فيكن تمسحوهم بايداكن بفرشاية الشي اللي بريحكم اشتغلو فيه وهلا منجيب زعتر ومرش عليها الزعتر وفيكن كمان تخلطوا الزعتر مع الزيت وتدهنوا دهن بخليط الزعتر والزيت هلا منجيب الطبقة التانية ومنحطها فوقها منحاول انسهلها بشكل كويس اما بسكينة او بالرولة تبعية البيتزا منقطها على مستطيلات متل ما نكون شايفين بهالشكل هادا وبعدين انا كنت بدي جدلة لقيت رح تطلع كتير كتير سميكة فبعدين اكتفيت بس بقطعتين اما اذا كانوا ثلاثة رح تطلع كتير سميكة لهيك بلا ما اتعملوا ثلاثة استدقوني بتطلع سميكة عملتينتين اول شي فتلتن متل ما نكون شايفين بالفيديو كيف عم نفتلن وبعدين فتلتن مع بعضن ولفيتن مع بعضن وحطيتن بصينية الكبكيك فيكن استخدموا كمان صينية الكبكيك المدورة انا عم بستخدمها المستطيلة وفيكن تحطونا على فكرة بورق الكبكيك وهيك صارت معانا جاهزة شغلة كتير سهل وتطلع معاكم طيبة وعلى فكرة المحلات الالمانية والسوبر ماركت الالماني بيبيعوا مثلها بس بيخلوهم مستطيلة محشية بالجبنة وحبي لكم انكم فيكن تحشوها جبنة فيكن تحشوها محمرة فيكن تحشوها زبدة وقرفة وسكر كمان اذا كنت تعملوا حلوة اما التانية عملت طبقة من السماء والطبقة التانية عملتها من الزعتر وخلطتهم مع بعضهم بهي الشكل هادا متل ما نكون شايفين ونفس الشي كمان اعملته متل ما عملت الصينية الاولانية نفس الطريقة تماما فتل ولف مع بعض وبعدين من شكلهم بهي الشكل هادا وحطيتهم بالصينية وهيك صاروا معانا جاهزين هلا منطلع صينية الكيك ومنعلي الفرن على الميتين على درجة حرارة الميتين ومنحطهم بالفرن لانو نحن حاطين درجة حرارة الفرن على المية وثمانين مشان الكيك يا سلام شكلهم بيشهي والله وريحتهم كمان بتشهي وفيكن متل ما قلت لكم تستخدموا كذا حشوها اذا حبيتوا هيخلصنا من المعجنات انا عم طالع شغلة من الفرن وبدخل شغلة بطالع شغلة من الفرن ودخل شغلة المهم هلا هيك طلعنا صينية او قالب الكيك يلي بدنا زينه بكريمة الفريس هلا اول شي منحرر الحواف بالسكينة ليش لانو نحن ما دهلناها بزيت فبالتالي ما رح تكون سهلة بالتحرير لحالة وبعدين بتقلبوها وبتقلب معاكل لحالة منسمي بالله ومنقلبها انا لانو عندي الصينية مخرمة بالنص طلعت شوي من الخليط لبرا بس انتو اذا صينيتكن يعني انو ما فيا شي ما بتحتاجوا تعملوا كل هالخطوات لا صينية فوق صينية ولا شي ان شاء الله بديجيب صينية للكيك سادة وهيك صارت معانا نفس تبعية المحلات تماما بتغصص كتير وهي هي الكيك المناسبة للحشوة الكريمة يا سلام ومرتفعة ارتفاع كتير مقبولة هلا بدنا نعمل فطيرة الجبنة انا هون عم بعمل لهم فطاير بزعتر وفطاير بجبنة مش هنبدي اعمل لهم للولاد فطور معجنات يعني اليوم باليومين الماضين عملتلون انو فطور حواضر البيت اما اليوم حبيت اني اعمل لهم فطاير الجبنة والزعتر ومنو بنفس الوقت خلصت من الكيكات يلي لازم تتزين على البارد ويلي لازم تتجهز بقية التجهيزات كمان على البارد المهم عندي هوني جبنة بيضة من عندي المحلة التركي بجيبة فرفرطط بايدي وفيكن تحطولها اي منكه بتحبو وفيكن تحطولها حبة البركة فيكن تحطولها بقدونس اما انا خطرت اني حطلها الاوريغانو تعطيي نكهة كتير طيبة بس فيكن تحطوا اي منكه انتو حابينو وضفت لها نقطة زيت الزيتون كمانة وحركتون كنت جايبة من المشتريات تبعيت هذا الاسبوع وتشفتو ابو عمر جبل لي المشتريات كنت جايبة رقائق من القلاش المهم اول شي عندي هوني صينية دهنتها بالسمنة البقرية وحطيتها على جنب خلصنا من الحشوة وخلصنا من الصينية والفرن جاهز عنا للخبيس هاي اذا كنتو ما عم تخبزو شغلة تانية جاهزوا الفرن قبل ما تبلشوا بهي الصينية المهم هاي هي الرقائق هلا بنا نعملها رقائق على شكل اصابع يعني انو برك الجبنة على شكل اصابع بالفرن سهلة كتير كتير فيكن تعملوه على فكرة طبقات وفيكن تعملوه اصابع متل ما انا بدي اعملها المهم هوني اخدت شوي من الجبنة حطيتها فوق الرقائق رح اخد كل الرقائقتين مع بعضن ما بدنا ياها تطلع كتير سميكة ما بتطلع كتير طيبة يعني مع جنيع الاخير لنحنا بدنا ياها تكون هيك رقيقة وبنفس الوقت ماسكة فاخدت رقائقتين رقائقتين وضبيتهم من على الجوانب وبلشت لفهم بهي الشكل هادا وهلأ منحطهم بالصينية مباشرة جيلان ما دهنتيون لا سمنة ولا زيت ما بدنا ندهنون لا سمنة ولا زيت لانه هلأ بدنا نعمل خلطة الخلطة اللي بتخلي الرقائقات تكون معانا طرية وبتشهل قلب مثل البرك التركية بالضبط هلأ منكرر العملية كمان نفس الشي وحاب بقلكن شغلة انه انا دائما بعملها بحشوات مختلفة احيانا بعملها بحشوة اللحمة المحموسة والبصل احيانا بعملها بحشوة الدجاج واحيانا بعملها بحشوة الخضار يعني فيكن تعملوها باي حشوة انتو بتخطر على بالكن ما شرط الجبنة يعني حتى تعرفوا انه هي الطريقة بتصير لكل الحشوات يلي انتو بتحبوها سواء كانت حشوات نباتية اما لحوم او اجبان وكمان حاب بقلكن شغلة تانية انه فيكن تحطوا اي نوع اجبان بتحبوها يعني فيكن تعملو خليط متنوع من الاجبان وتضيفوها مع بعض بالحشوة وهيكا صارت معانا جاهزة الحمد لله الحشوة والرقاءات طلعوا قد بقد الحمد للشكر لله رب العالمين يعني لا زادت معاي رقاءات ولا زادت معاي حشوة وهيكا صارت معانا الصينية جاهزة هلأ بدنا نعملها يعني انه الخليط تبعيتها شو بيقولولو التسقية التسقية تبعيتها هلأ هوني عندي بيضة طب جيلان احنا ما بدنا بيض بقل بس ادقوني بتطلع بالبيض طيبة وما بتطلع على زنخة واذا ما بتكون تحطوا بيض فيكن تستغنوا عن البيضة بس البيضة بتعطيها قوام كتير متماسك حطيت لها رشة ملح ما حطيت لها فلفل كونو مانا لحمة اما اذا كنتو عم تستخدوا محشوة اللحمة حطوه لرشة فلفل بسيطة منحرك البيضة بشكل كتير منيح من خفقة ومنضيف عليها 3 ارباع الكاسة من الحليب ومنستمر بالخفق ومنضيف عليها معلقتين كبار محترمات من الطحين وكمانا منخفقهم بشكل كتير منيح لحتى يدوب الطحين مع الحليب والبيض وهلأ منحط الخليط فوق العجينة ورح تغب العجينة صدقوني ما رح تبان أبدا ولا كأنكم حاطين تنقيعة أو تغميسة أو تخليطة أبدا أبدا لأنه نحن معده هن العجينة لا بيزيت ولا بيزبدة ولا بيسمنة فبالتالي العجينة رح تتشرب هاي النكهة هلأ رح نقطعها فيكن تقطعوها المقاسات اللي بتحبوها أنا حبيت قطعها هيك أصابع تكون شوي طويلة فأول شي قطعتها بالنص بعدين قطعت الانصاص لمصين هلأ هون بعد ما قطعناها شو صار اتشربت العجينة كل السوائل اللي اللي حطيناها هلأ شو بدنا نحط بدنا نحط سمنة وفيكن تحطو كمان زبدة وفيكن تحطو كمان زيت بس السمنة بتعطيناك ها كتير طيبة أنا عم باستخدم السمنة البقرية أنا هوني عم حط السمنة معنى دائبة فيكن تدوبوها للسمنة وتدهنوها عليها وهلأ منجيب سمسوم فيكن تحطو حبة البركة وفيكن تحطو سمسوم وحبة البركة كمان للوجه وفيكن تخلوها سادة كماني هلأ منشيلها كمان منحطها بالفرن على نفس درجة الفطاير 200 مفوقوا من تحت طبعا الفطاير لسا ما استويت والسما حطت صانية البركة بالفطاير بس شوفوا على ما وراء الكواليس من خلال وصفات المعجنات ما شاء الله طلعت كمية محترمة جدا جدا من الجليات فبين ما يستووا معنا الفطاير أكيد ما راح نقعد نحط إيدنا على خدنا ونقعد نستناهن بدنا نقيم هالجليات اللي كومناهن وهي العشاق فقرة الجلي اللي عندي إياهن كتار كتار بالقناة بحب اني أعمل معهن هاي الفقرة كل فترة والتانية شوفوا قدش طلعت معانا كمية جلي من الوصفات بس طلعت معانا وصفات طيبة راح ينبسطوا فيها لكتير الولاد وأنا عملت قالبين من الكيك لأنه بدي روح لعندي رفقتي كما عازبتنا لعندي بآخر يوم من العطلة فقالت أكيد ما راح نروحوا إيدي فاضية قالب كيكي بخليه بالبيت أو بقسهم اثنين بالنص وباخد نص من هذا ونص من هذا معي لنشوف كيف نعمل أكيد هلأ ما راح اليوم نزيل مع بعض أولب الكيك ولا راح نعمل كيك تجلي المهم اليوم حضرناهن بردناهن أما بالقسم الثاني من هذا الفيديو راح ينزل الفيديو لحاله ورح يكون الجزء الثاني من روتيننا اليومي فهذا روتين صباحي كل ياتوا قضيناه بالخبز والمخبوزات والروايح الطيبة يعني عن جد شي هيكي الولاد وقت يكونوا بالبيت بيحبوا يعكلوا يشكلوا بالأكل فأنا بحب أعمل لهم هيكي خصوصي المخبوزات أنا كتير كتير بحب أخبز شغلات الله يقويني إن شاء الله يا رب وأعمل أوسبلدون بالمخبوزات بس لحتى يصيري عندي وقت ولحتى هيكي يزبط أموري إن شاء الله أنا ما نسيت هذا الموضوع أكيد إن شاء الله حابة حابة أني أعمل أوسبلدون بالمخبوزات بس لحتى تصبط أوضاعي وتصبط أموري وهيكي يكون عندي الوقت الكافي فكنت ناقع هدول الصواني تبعية الكيك اللاتون ناقعتهم بالمي أول بأول ناقعهم هن سخنين بسهلوا علينا الجلي يصدقوني ناقعتهم مشان ما يلزق فيهم الكيك وهيكي صاروا جاهزين مع استخدام فرشاية الإسنان للزوايا لصعبة الوصول بتصير الجليات عم تلمع لمعان وهوني بلشت كمان تستوي معاي الفطاير الفطاير طلعته وحطيت صينية البرك بالفرن عفكرة الفطاير بتاخد معاكن 20 دقيقة البرك بتاخد كمان معاكن 20 دقيقة أما أنواع الكيك الثنين بياخدوا معاكن 45 دقيقة بالضبط حسب الفرن كماني هيك خلصنا وهيطلعنا الفطاير من الفرن ما شاء الله تبارك الله شوفوا على المنظر ريحتهم بتشهي القلب كماني تصدقوني الروايح ووصلت لآخر الحارة بينفع يكونوا ضيافة للشاي جنب الشاي كتير حلوين يعني وطريقتهم سهلة وسريعة لا حشي ولا شي أسهل من هيك طريقة ما في هاد هو شكلهم يا عيني والسماء كماني معاهم بيعطيونك هكتير طيبة وهيك خلصنا كيك الجيلي من تجهيزه شوفوا شوفوا على القوان تبارك الله قوان بياخد العلو النكهة يا سلام سوبر سوبر لازازة وهيك بس أنا عم بستنى صينيت البرك بالجبنة هلأ بيفي قولولاد بيلاقوا هدول البرك والزعتر بيطير عقلهم كتير بيحبوا هيك شغلات الولاد انت لغير لهم شوي عن الفطور التقليدي المعتاد والله ما بياخدوا الشغل يعني انه شغلات الواحد بيخلي الولاد ينبسطوا ويعني انه ابدا ما بياخدوا الشغل شوفوا على البرك ما شاء الله سخنة 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 فورا رح اعملون شاي وفيقون للولاد يعكلون وهن سخنين كتير طيبات وكتير ناجحات والبيض ولا كأنكم حاطين بيضة ولا بتطلع ريحة زناخة ولا بتطلع ريحة اي شي تماما وهاد والله هيك هي الوصفات واستنوني بقى بالجزء التاني لنزين كاكة الفراولة ونعمل كاكة الجيلي بالفراولة وهيك بيكون الفيديو لليوم خلاص بتمنى يكون عجبكم وبتمنى يكون استمتعتوا فيه واستفدتوا منه وانبسطتوا فيه وانطروني بالجزء التاني واذا عجبكم صبايا لا تنسوني من اللايك والاشتراك فضلا وليس عمرا اطروني فيديو جديد وروتينات جديدة وفلوكات جديدة ووصفات جديدة بقناتي جيلاند شانيل باي باي ترجمة نانسي قنقر